قبل ساعات من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردغان مسلحان يهاجمان ما قرى وزارة الداخلية في قلب العاصمة أنقرة وأعلن وزير الخارجية التركية أن انتحاريين أقدم على تنبيذ الهجوم أمام مبنى الوزارة فتعاملت معهما قوات الأمن ما أصفر عن مقتل أحدهما بينما فجر الآخر نفسه وأفدت الوزارة بأن شرطيين اثنين أصيب بجروح طفيفة بينما شهدت منطقة الانفجار التي تضم مقار البرلماني وعدد من الوزارات استنفارا أمنيا وأغلق شراء ترك أمام حركة المرور أعلن مكتب المدعي العام التركي فتح تحقيق في ملابسات الحادث وكانت أنقرة قد شهدت في عام 2016 انفجارا راح ضحيته 34 شخصا في تفجير سيارة ملغمة قرب موقف الحافلات الرئيسي في منطقة كيزالاية تجارية وسط العاصمة التركية ترجمة نانسي قنقر